اشتركوا في القناة ثمن الحلوة اول حاجة احبت نعطلكم الانواع اللي اخدمتهم كنت اخدمت اربع انواع من الحلوة كنت اقدرت البقلاوة بالنسبة للبقلاوة كنا يعني قطعناها كاري وزينناها من فوق حبة الجوز البقلاوة عاني مديه رسالكم في القناة وان شاء الله رح تكون الوصفة في صندوق الوصف بالنسبة للثمن البقلاوة ثمن البقلاوة 20 دينار يعني 12 نلف بالجوز وباللوس يعني البقلاوة اللي تكون باللوس راي ارخص من البقلاوة اللي تكون بالجوز واللوس لانه ثمن الجوز اغلى بالنسبة للنوع الثاني هو ديليس او شوكولا كنت حضرتو معاكم في القناة من قبل وعجبكم بثيف 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 لما شافوهوش ايضا خليكم رصها في صندوق الوصف بالنسبة للثمن يعني ديليس او شوكولا هذ المرة ما درتوش باللوس كما كنت درتو معاكم من قبل سعره يعني 40 دينار ربعاليف ايضا كنت حضرت يعني النوع الثالث اللي هو سيقار الكراميلو ما عنديش بثيف من اترسوا معاكم مع ذلك رغم دير السيكسي يعني ما شاء الله لجيت كوماندي تطلبوا يعني دايما دايما يقولوا لنحوصوا على سيقار الكراميلو بالنسبة للسيقار الكراميلو يعني يراه مكلف من ناحية تكلفة الحبة انه فيه الطوفيا فيه الكراميل فيه حلوة تصرق فيه موربا فيه كوكيو فيه يعني قطايف ففيه بزيف مكونات لذلك سعره خمسة خمسين دينار خمساليف وخمس نياه ايضا يعني في العمل شوية متعب اما بالنسبة للنوع الرابع اللي هي مشكلة الورقة هذه المشكلة بزيف رائعة نوع جديد وحلوة جديدة ما كنت اشترتها معاكم من قبل وان شاء الله الوصفة رح تكونوا في الايام القادمة يعني جيت ما شاء الله تعمل عين ورائعة كنت اشترتها بالكوكيو والتزيين اللي كان باللوز بالنسبة للسعر المشكلة ولكن ما شاء الله الحبة كانت كبيرة سعرها خمسين دينار يعني خمساليف ذو كان كيفية احتساب الحبة يعني اكيد هذو الاثمان مراهمش اثمان عشوائية ولكن كانت طريقة خاصة لاحتساب ثمان الحلوة انا حنشاركم طريقتي كيفش يعني نحسب حبة الحلوة وان شاء الله تستفادوا اول حاجة نعطيكم فقط مثال انو عندي خمسين حبة تعقاطوا اي نوع كان عندي خمسين حبة نعتبر انو هذه الخمسين حبة كانت سقامتي مweitين وخمسين يعني الماتريال تحى خمسين حبة سقامت لي م البتين وخمسين بمعنى الحبة الواحدة تكلوب فتحها كانت خمس وعشرين دينار يعني اكل الفتني خمس وعشرين دينار طول اي ناعر انا في هذů المكونات تحسبوا كلش المكونات اللي استعملتهم تحسبو الكيسي تحسبو العولة حسبوا اي حاجة شريتوها على جال هذيك الحلوة يعني حاجة يعني بينها قلت لكم يعني تكلفتها 2500 نقول لي انا نشوفش حالها هنزيد تعب اليد بالنسبة لتعب اليد طوقة على حسب على حسب نوع الحلوة بسيف لي يقولوا يحسبوا مثلا نصف المكونات ضعف المكونات نفس سعر المكونات هذا الشي خاطئ كين حلوية متسقامش ولكنها تعب كين حلوية تسقام ولكن متسعبش انا هذي الطريقة يعني ما نحبهش لانه طريقة مش مضبوطة ابدا ابدا اني ندي قد المطريال ولا ندي النص ولا ندي قدو فهذي من المستحة انكم تتفاديوها بالنسبة للطريقة هي الفائدة والاخر نتليد وتسعب تكون ما بين 1000 فرنك حتى 3000 فرنك يعني 1500 2500 3000 هذا ما كان يعني جامي انا نديت فائدة في نوع من الحلويات اكثر من 3000 كيفاش نعارفو بقى على حسب التعب مثلا من غريبية مثلا مثلا كروكي ما لابليش قناه هذو مثلا ما يتجاوش 1000 فرنك في الخدمة ليد 1500 سقدروا تقولوا نقاش مثلا مثلا ذاك صابلي تالكم فيتير ليكون في الوسط 1500 لا اكثر صابلي متوسط في العمل يكون فيه غلاسات كريمة خدمة ليد نص نص 2000 فرنك صابلي يكون بزافي عيي في الخدمة اليوم ان نشوفه بزافي صابلي راهم يدي وقت اكثر من الحلويات الاخرين يعني راهم بريستيج ومشاء الله عليهم يعني سديو فيه 2500 ايضا البقلاوات قدروا تديو فيها 2500 لا اكثر في البقلاوة اما بالنسبة يعني ثلاث الاف يعني انا ثلاث الاف حسبتها فقط في المخبز يعني لانو المخبز يدي بزاف وقت مثلا تخبز كعيكات ايضا العريش يعني هذو يديو بزاف الوقت مع الطلياو خاصة اذا كان ديكور بالعجينة السكر متحب هذا تديو فيه ثلاث فرنك يعني 30 دينار وتزيدو له على تكلفة تاعو لان مستحسن انكم كل نوع من الحلوة توليو تعرفوا تكلوا فتحها توليو تعرفوا يعني خدمة اليد يعني متوسط التعب بتاعكم تنسوش ايضا يعني تري سيتي القاز يعني التعب رو داخل فيها كلش وهذه هي الطريقة راح اتعامنكم بسيف بسيف بش تحسبو لازم اول حاجة اكد عليها تعرفوا الحلوة تاعكم بالضبط يعني الحبة الواحدة قداش كلفت لكم يعني من كلش يعني حتى هذيك الكيسات نصيحتي لكم يعني بالنسبة للاسعر وكا نصيحتي للناس اللي خدموا لكم وانتخدموا مقلوبكم خدموا بماتريال مليحة خدموا يعني بنوعية مواد جيدة يعني مواد الغذائية تخدموا بها تكون ذو نوعية جيدة بشركاتوتاكم يجيبنين ويفرح الزبونة بالنسبة للزبونة حتى لو كان يعني بسواردها ولكن كلمة طيبة سيعطيك صحة وكثر خيرك يعني راح تفرح بزيب اللي تخدمنا كومود خاصة بعد التعب الكبير 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 اللي سكون فاتس عليها في الاخير نقولكم ان شاء الله يارب يسكون واستفدتوا من هذو المعلومات يعني القليل معنديش خبرة طويلة في مجال اللي كومود ولكن نحاول على قدر المستطع ان يكون يعني دقيقة في كل المعلومات دقيقة في اي نوع من الحلوى نديرو نعرف كداش خصوص عليه نعرف كداش خدمة اليد تاعي فيه هكذا بش نقدر نفيده روحي ونفيدكم تنسوش ايضا انه كل المعلومات تع اي كومود تديروها تكتبوها في هكذا يعني تكتبوها في كل راس ولا مثلا قال هلي كومود هاي كداش داتلي مكوناس كداش كل الفتنية كداش اربحت فيها بش المرة الجاية تستفدوا من ذوك المعلومات في الاخير نقولكم ان شاء الله استنوا الايام القادمة حلويات جديدة رح تكون في القناة وان شاء الله رح تعجبكم ان يقبل عيد الاضحاء المبارك هذا ما كان في الاخير نقولكم الى اللقاء ولقاءنا تجدد في فيديوهات قادمية